راديو الأهرام يقدم تكتيك تكتيك والرأي ليك مع بهاء الدين يوسف أهلا بيكم في حلقة جديدة من تكتيك حلقة متأخرة يوم كنا مستنين ماتش تهم على ليفربول كان في سنة طبعا ليفربول يكسب ويخيب ظني الحقيقة ويخيب إرايتي للسيناريو اللي جاي لي لكن للأسف واضح إن كلوب متعاطف معي يمكن مش عايزي يخيب توقعاتي يعني مش عارف عموماً يعني أتمنى زي ما كلنا بنتمنى إن ربنا يكرم وليفربول يكسب عشان صلاح يتوج بأول لقب في مسيرته الاحترافية كماعة فريق يعني يعني عارفين إن صلاح كسب أفضل لعف أفريقيا موسمين وأربعض وده إنجاز كسب هداف الدوري الإنجليزي السنة اللي فات الموسم اللي فات وأفضل هداف خد الحقيقة ألقاب فردية كتير إنما مشكلة محمد صلاح إنه ما عندوش لقب مع فريق طبعاً غير كان خد كاس السوبر السويسري مع بازل يعني دي ما يعدش لقب وما تشوطوله ده مباراة للأسف تاني مباراة مبارح أكدت إنه ليفربول هيخسر الدوري ليه؟ مش عشان يتعادل ماتشين وأربعض الأسبوع ده مع ويست هام والأسبوع اللي فات مع ليستر سيتي يعني الأسبوع اللي فات ما هو منشستر سيتي دي غلب لا مش فكرة التعدلات ولا حتى الهزيمة فكرة إنه لو بصينا يا جماعة بمنتهى الموضوعية هنلاقي إن الكيرف بتاع ليفربول نازل مش طالع يعني هو بدأ الموسم كويس قوي زي لو تفتكروا السنة اللي فاتت ريال مدريد ريال مدريد الموسم اللي فات بدأ الموسم بداية ولا أرواح قطع برشلون رايح جاي في السوبر بدأ عالي قوي والكيرف نزل خالص في ديسمبر ويناير وفبراير أنقذوا في فبراير التقلق الاستثنائي لرونالدو في دوري أبطال أوروبا وبعد كده الفريق قدر بروح البطولة وبشوية استعادت واستعادت شوية يعني فنيات من اللي هو معروف بيها إنه يكسب دوري أبطال أوروبا ودي كانت البطولة الوحيدة اللي يكسبها في الموسم اللي فات سنة دي أنا شايفني ليفربول لأ المستوى نازل يعني من بعد ماتش أرسنال بتاع خمسة واحد ماتش الستي الفريق ما كانش مقنع بسبب تغييرات كلوب في التشكيل بعديه لعبه أعتقد قبل كريستال بالاس برايتون يمكن وكسبه واحد سفر بجون من بينيلتي عمله محمد صلاح عمل بينيلتي وهسدده وجاب جونه ودي كانت تقريبا أهم حاجة في المباراة بعد كده كسب كريستال بالاس أربعة ثلاثة ودي كانت أول مرة في السنة دي حالس أليسون بيكر يخش فيه تلات أهداف في المباراة واحدة والفريق الحقيقة ما كانش عظيم يعني لو تفتكروا الأربعة أهداف زي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت ما كانتش فيها صناعة ما كانش فيها شغل فريق فريق مستوى في النازل بشكل واضح الفردية بقت بتغلب على أداء أغلب اللعيبة حتى صلاح لو خدتوا بالكم بارح حتى في المطش بتاعم بارح تحديدا كذا مرة يبقى بيجري وبياخد مكان كويس من ساديو مانيه أو نبي كايتا أو بتاعهم ما يبصلوش فيقوم يعني مشوح بإيده كده يعني اللي هو علامات الدقيق يعني إنه هو وفي الشط التاني لما بدأ يعمل لنفسه فرص بدأ يعمل لنفسه فرص وشطه هو يعني هو كمانة عدة منهم فالفريق فيه يعني فيه عدة مشاكل الحقيقة الفردية هبوط مستوى أغلب النجوم فرمينو السنة دي مش هو فرمينو خالص حتى صلاح مش هو صلاح مفيش خط وسط الفريق مفيهوش لعيب مبدع نهائيا مفيش لعيب بيدي ثروهات للمهاجمين يشتغلوا بيها ولما فرميني ورجع يعمل الدور ده فشل نبي كايتا طبعا ما قادرش يعمل الدور ده خالص فالفريق عنده مشاكل حتى الدفاع اللي كان منيع دلوقتي ما بيمرش مطش إلا لما بيجي فيه جول التركيبة بتاعت فان دايك وماتيب اللي اتنين طوال وبطاء فمن السهل جدا ان مهاجم سريع يأكل عليهم معيشوا حلاوية يعني بقى فرق ثلاث نقاط يعني فرق مطش ناخد بالنا ان ليفاربول هيلاعب منشستر يونايتد اللي فايق جدا في الفترة اللي فاتت هيلاعب توتنهام وهيلعب تشيلسي بره أرضه هيلاعب توتنهام في الأنفلد ومنشستر يونايتد في الأولد تراتفورد بره أرضه وشيلسي بره أرضه خد توتنهام بس اللي هيلعبه في أرضه من الستة الكبار اللي فاضلين دي مطشات صعبة بالمستوى ده لا اعتقد ان ليفاربول مش هيكسب الدوري وما ننساش انه في موسم 2013-2014 كان ليفاربول في المركز الأول لغاية الأسبوع الستة وتلاتين وفارق ثلاث نقاط عن منشستر سيدي ضيعوا اتغلبوا من شيلسي على أرضهم فتعادلوا في النقاط والمطش اللي بعدين يتعادلوا مع كريستال بلس برضو فضيعوا نقطتين كمان فالسيتي ما بيسيبش الفرص دي لها ركب ومنزلش وكسب الدوري في الموسم ده ربنا يخيب ظني أنا شخصيا ويكسب ليفاربول عشان خاطر محمد صلاح لكن ما زلت عند رأيه أهم التغريدات الأسبوع ده يمكن مفيش تغريدات كتير لكن استوقفني حاجتين حاجة الأولى أن أجويرو دخل تاريخ البريمير ليج حساب موقع سبورتس بايبل على الانستجرام قال أنه دخل تاريخ البريمير ليج لأنه أول لعب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي سجل هدفين في دقيقة الأولى في مباراتين وربعات سجل في الأسبوع ده وفي الجولة دي وفي الجولة اللي فات قبل ما دقيقة الأولى الجولة دي في السنية 23 وفي الجولة اللي فاتت في الثانية 48 فأجويرو بيخش تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبو أبو ويا رب صلاح هو كمان يدخل الحاجة التانية على تويتر موقع أو حساب نادي بروسيا دورتم وأنه منصدر الدوري الألماني في حالة صخط وصخب شديدة جدا النادي حاول يتزاكى ويعمل بروموشن حمل الترويج عشان بيبيع بروكا لشعر اللعيب البلجيكي اللي هو اسمه إكسل فيتزل هو عمل له كنيش كده شبه ديفيد ليويس المدافع البرازيلي يعني هو خلاسي زي ما بيقوله أصمره يعني ملونة وهكذا كده وعمل شعره كنيش ومطوله فالنادي عمل بروكا أنتج بروكا وحد يقدم له بروكا شبه الشعر ده والنادي قرر أنه هو يعمل إعلان ترويجي يستخدم فيه فيتزل نفسه وحط الفيديو على حساب النادي على تويتر لكن الحقيقة كانت النتائج كارثية أغلب الناس ده خلوه يشتموا في النادي وأنه هما تجاريين وبيتعاملوا مع عبيد مش بيتعاملوا مع العيبة كورة ونجوم كورة مش عارف يا طرع لو نادي مصري فكر يعمل كده شعر مثلا مين عندنا شعر طويل يعني في أطاقت فيه العيب في أمبي عامل دي الحصان يعني لو نادي فكر يعمل ده مرد فعل الناس هنا في مصر هيبقية لو عندكوا تصور سجلوه وابعتوه على حسابنا على فيسبوك شوف كران وأشوفكم في حلقة جاية إن شاء الله شكرا للمشاهدة